جمعت وليام نون وماريا فارس مأساة خسارة أعز الناس من جراء انفجار مرفأ بيروت ولكن في أيلول سبتمبر المقبل سيجمعهما زواج يكلل حبا ورد من رحم الأحزان ويكرس عهدهما بالنضال حتى تحقيق العدالة لضحايا الكارثة ففي الرابع من آب أغسطس عام 2020 كان العنصر في فوج إطفاء بيروت الجونون شقيق وليام والمسعفة سحر فارس شقيقة ماريا في عداد عشرة عناصر من الفوج هرعوا إلى المرفأ لإطفاء حريق سبق الانفجار كتير صعبة أنه أختك ما تكون حدك في هذا النهار ألا يخلي الأخت الثانية أكيد بس أنا سحر هي أختك الكبيرة وأنا الصغيرة وهي كمفروض أنه تكون قادرة لشبينة بدل ما نكون عن جد هيك وقفين وهنا حدنا ومبسوطين فيهم أما نفكر كيف هيك بدنا نفرج وجودهم معنا بهذا النهار يمكن بوردة يمكن بصورة بالنهار العرس أنه أكيداً هيكون مش مثل حياة الأثنانا بيتجاوز لأنه أثنانياتنا في كتير ناس خسروا أخواتهم يعني ومش أول أثنان ولا آخر أثنان بس فرق أنه نحن مش عارفين لش خسرناهم أصلاً وخسرناهم مع أين ميتوا مع بعضهم نحن نسسس عيني مع بعض هذا الرابط الحلو والبشع بنفس الوقت البشع أكيد اللي صار الحلو بفرجع الإيمان مع كل شي صار أنه نحن بدل عندنا إرادة للحياة بدل نقدر نستمر وفي كنيسة صغيرة بنتها عائلة نون قرب منزلهما تخليداً لذكرى ابنها تجو ينظر العروسان إلى صوره ومكتناياته الشخصية ومن بينها بزة فوج الإطفاء ويضيء تجو وماريا شمعة على نية تحقيق العدالة بيوتنا ملينة من صورهم بس كتير مش عا تتقبل فكرة أنه أنت واقفة وهي بيوجك بيوجيك بالصورة مش بيوجيك حدك ما في يقلك عن جد لأنه ما بيقدر عن جد ما بيقدر فكر بأحد عنه كيف ما قولي يمرو إن شاء الله خير بس إنه أكيد يا رات عرفتنا منذ الانفجار وأصني رات الانفجار مصار على كل الأعلم مش بس على هي أنوية هنا على كل الأعلم تباهدلت وماتت ونجرحت ونحن أنو الناس بتعرف يمكن 20% من القصص اللي صارت بأربع أيب وحصد الانفجار الذي يعد من بين أقوى الانفجارات غير النووية في العالم أكثر من 220 قطيلاً وتسبب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح عاد عن ضمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة وتحول تجاذبات سياسية وقضائية دون تحقيق تقدم في التحقيق الذي يراوح مكانه